قبل ما ننتقل لملفات كثيرة جداً حابين نجم مهور النادي الأهلي ومشاهدي قناة الأهلي اسمها وحضرتك بتكلم في كل هذه الاتجاهات عاداك عايز تقول رسالة توجهها المين عن الفوز بالدوري هذا الموسم إيه العناوين الرئيسية اللي ارتبطت بالكفاح الكبير للأهلي هذا الموسم والحفاظ على البطولة المحببة للجماهير رغم كل الصعوبات المرينة بها توجه رسالة المين عن طولة الدوري هذا الموسم هو مش رسالة هو احنا كلنا أهلوي يعني ففي النهاية هي فرحة أهلوية للجميع وفي نفس الوقت رسالة تطمين تطمين لكل جماهير النادي الأهلي برضو التمسك بكل ثوابت النادي الأهلي إن شاء الله دايماً هيدينا نتائج مرتين إن اللي بيحصل أحياناً أي هزات أو أي حاجات بتحصل بره الغلاف الطبيعي للنشاط الرياضي والكروي في مصر دي ما تأثرش لا على النادي الأهلي ولا تنال منه الحمد لله وفي نفس الوقت النادي الأهلي دايماً بيجدد نفسه يعني احنا في ظل الكلام ده الحمد لله فرقة ماشية كويسة أو الحمد لله وفي تجديد وتطوير في لجنة تخطيط بقت موجودة لتحدد استراتيجيات وفي نفس الوقت على تواصل مع الإدارة الفنية يعني في إجماله القصة ماشية بخطة سبتة وفي نفس الوقت متماشية مع معطيات النادي الأهلي ودايماً الحمد لله برضو أن النادي الأهلي هو صاحب قراره في كل ما يخص عملية رياضية أو أي قرارات تنبو قرارات إدارة كل الإدارات التابعة أو في ظل الموسم الاستثناء ده تم المحافظة على ده كله وفي الآخر اتبال ورد بالحاجة الجميلة اللي كل جامعين النادي الأهلي طالعاً دايماً عشقها والدور العامية والنها البطولة لها طعم قص جداً البطولة المفضلة دايماً لجامعين طيب في سؤال الناس كتير عايزة تعرف حجم الجهد المبذول قبل ما ننتقل لملفات تانية مع حضرتك يا سيد ستاري كان رقم قياسي في عمر وفي عدد اجتماعات مجالس إدارات الأندية في مصر في هذه الفترة اللي أحدك أشارت إليها من 12 إلى 17 وحتى يومنا هذا هذه الاجتماعات اللي تجاوزت 45 اجتماع ليه في حرص على هذا الكم من الجهد من اجتماعات مجلس الإدارة؟ عشان فيه متابعة مستمرة وفيه على طول عمل ده أول الحمد لله مجلس الإدارة مع كل الإدارات اللي شغالة جوا النادي احنا 45 اجتماع اتعمل من يوم مجلس فيه 27 في السنة الأولى وفيه 18 لغاية دلوقتي في السنة الثانية من عمر المجلس وده زمن قياسي والحمد لله الناس بتدي من وقتها ومن طاقتها ومن طاقتها للنادي الأهل في نفس الوقت مش اجتماعات ده بالعكس مش اجتماعات اللي هي لمجرد اجتماع أو كلام ده ده بيتلوها قرارات اجتماع للتواصل فيه مشروعات نفسها موزعة على مجلس الإدارة كل واحد مع مشروعات معينة بيتواصل فيها مع الإدارات المعنية في النادي فده استمرارا الحمد لله للجهد المفزول عشان دايما النادي الأهل يبقى نبرا واحد في كل حد